اشتركوا في القناة وبدأ مرحلته الاولى قبل ايام من المناسبة من خلال شعار ثابت في اعلى يسار الشاشة يحمل عبارة القلوب متجمعة لتتحول انظار المشاهدين الى تغير المحتوى الاعلامي باتجاه التركيز على مناسبة اليوم الوطني للسعودية قدم تلفزيون البحرين برامج مباشرة اعتفاءا بهذه المناسبة على وتن على بث الافلام الوثائقية والتسجيلية والعشرات من الاغاني الوطنية بالاضافة الى تخصيص ثلاث فترات احتفائية يوم الثالث والعشرين من سبتمبر من خلال برامج مباشرة استضافت العديد من الشخصيات الوطنية وشارك في تقديمها مذيعون سعوديون وبشكل متزام اخذت نشرات الاخبار بتغيير محتواها لتأخذ طابع المناسبة قبل يومين على موعدها لتبلغ اوجها يوم الثالث والعشرين من سبتمبر حيث شارك مذيع سعودي بتقديم نشرة الاخبار اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الثالثة من مركز الاخبار بتلفزيون البحرين اقدمها لكم انا زياد الغانم من التلفزيون السعودي في اطار احتفالات وزارة شؤون الاعلام بمملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني السعودي تجسيدا للشراكة بين قطاع الاعلام في البلدين الشقيقين نبدأ النشرة بابرز العنوي لم يغفل مركز الاخبار عن مفاصل تعزيز وتمتين علاقات البلدين الشقيقين فتم انتاج عشرات التقارير التي لكل منها قصته وموضوعه بدأ الامر مع تاريخ هذه العلاقات من حيث الزيارات المتبادلة بين ملوك وحكام البلدين الشقيقين وما اضفته من خصوصية على هذه العلاقات ثم ما لبث مركز الاخبار ان سار مع تاريخ هذه العلاقة حتى يومنا هذا وما شهده من تطور ونمو وصل الى مجالات عديدة افرد لكل منها مادة تلفزيونية خاصة من سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية داعما هذا بالعشرات من المقابلات والضيوف من سياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين واعلاميين سلط مركز الاخبار بتلفزيون البحرين الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين كما تناولت نشرات الاخبار مشروع نيوم للاستثمار في صناعة مستقبل الطاقة والتقنية لم تغفل نشرات الاخبار النهضة التي تشهدها السعودية في شتى المجالات من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الى تعزيز البنية الثقافية والتراثية والسياحية وفتح المجال امام المرأة لتساهم بشكل اكثر فاعلية في مجتمعها وخلال ثلاثة ايام شكل تلفزيون البحرين انعكاسا لصورة واقعية تعيشها مملكة البحرين وشعبها لما للسعودية من تقدير ومحبة واعتبار يفوق اعتبارات المصالح وينسجم مع التاريخ متطلعا للمستقبل ترجمة نانسي قنقر